أول المشاركين أو من أول الحارث حمدنا الله نعم نستمعوا إلى مشاركته إن شاء الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءَ أَلَا إِنَّ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا خَلَوْا إِذَا شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ أَلَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ أحسنت الأخ الحارث يعني قراءاته جميلة ومجودة ومرتلة يعني حقيقة الترتيل يعني هو التبيين تبيين الأحرف في الكلمة وتبيين الكلمة إلى جوارها لأن الحقيقة الترتيل كما يروا عن علي تجويد الحروف ومعرفة الوقوف ما هو معنى التجويد؟ ولذلك يعني منه الرتل يعني الرتل التفريق ومنه المرأة تسمى يعني تطلق عليها الرتل بمعنى أن في فلجة في أسنانها وبعض أسنانها وهو مظهر مظاهر الجمال فلا يدمجون لا يدخلون الكلمة الحرف في الحرف ولا يعني يدخلون الكلمة في الكلمة بحيث أنها لا تتبين ولذلك كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة مفسرة يعني مبينة يعني مرتلة فقراءة الأخ حارث قراءة جميلة وحسنة يعني أشكره على هذه المشاركة وهذه التلاوة الحسنة ويعني مثل هذه المشاركات الطيبة نريده إن شاء الله تعالى أنها تتكرر بإذن الله عز وجل